شارك رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني على رأس وفد برلماني في حفل الاتتاح لأعمال الجمعية العامة 146 الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مملكة البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 من مارس الجاري تحت شعار تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع ومكافحة التعصب وبحضور رؤساء ومثلي وفود البرلمانات والمشاركة في أعمال الجمعية العامة كما شارك الشيخ سلطان البركاني والوفد المرافق له في أعمال الاجتماعين التنسيقيين للمجموعة البرلمانية الإسلامية والمجموعة البرلمانية الآسيوية المنعقدين على هامش اجتماعات الجمعية العامة 146 الاتحاد البرلماني الدولي وفي الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الأسيوية تم تأييد المشاركون على الطلب المقدم من دولة قطر حول تجريم ازدراء الأديان وضرورة التصويب لصالحه وإدراجه ضمن جدول أعمال الجمعية العامة كبند طارئ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة